بس الخير وتحياتي لكم جميعا بهذا الفيديو موضوعنا راح يكون ما هو الفرق بين شو الفرق بين هالصفتين لما نكون عم نحكي عن شيء منقول يدخل كل واحد على حدة ودخلوا واحد واحد يعني خاصة بظروف كورونا كان مطلوب انه بيدخل واحد واحد وفي فاصل بين واحد 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 ونصف متر لما نقول وحيد فريد ما في غيره ممكن نقول واحد مثلا ما عم يشكي ظروفه مع شخص عن صديق له قال له فلان كان صديقي الوحيد ما عندي غير هالصديق راح نشوف من خلال الامثلة التوضيح لها الامر القناة اسمه دوج استايني تشانسل اينسيك مثل ما قلنا وحيد فريد الايني ايضا ماين اينسيك غوين هو كان صديقي الوحيد لنخترت صار خلاف واحد عم يشكي لشخص آخر عم يقول له فلان كان صديقي الوحيد هو ايضا ماين اينسيك غوين ما كان عندي صديق تاني طبعا بيستخدمه بحياتنا اليومية بتصير مشاكل وكذا اسجب نور اينا اينسيك موغلشكايت نكون عم نناقش موضوع واحد بيخرج بنتيجة انه ما في عنا غير امكانية وحيدة هذا الخيار او لا خيار اسجب نور اينسيك موغلشكايت عم يشوف هون تصريفها كصفة عم يشوف هون اسم وعم يشوف اداة تعريف هون زي اس دي اينسيك دير ايش فيتراوه الفعل فيتراوه يثق هي الوحيدة ما في غيرها مين هي اللي بثق فيها دير طبعا الفعل فيتراوه بياخد داتي دير دي هاي بتصير دير بالداتي دير ايش فيتراوه يعني التي اثقو بها اذا دي اينسيك وهو شفناها اسم اش فيرد داس نور اين اينسيك اسمال مخد مثلا منكون واحد طلب من شخص اخر شي يعمله ما بده يعمله او مسؤول بالشغل بالاخر يقول هاي المرة الوحيدة رح عملها رح نفز هالشي بعد هيك ما رح عملها ابدا اذا رح عملها مرة وحيدة ايش فيرد داس نور اينسيك اسمال مرة وحيدة فقط لا غير مخم سوف اعملها مرة وحيدة هذا فيما يتعلق باينسيك اينسيك اينسيك مثل ما اننا لما نقول على حدة بشكل مفهد في zijn einzel gekomen مثلا ناس مدعوين لحفلة ودخل شخص وشاف مجموعة قاعدين فسأل كيف اجيتو اجيتو سوا ولا شلون فهو واحد جاوب قال له يجينا كل واحد لحاله يجينا كل واحد لحاله يجينا كل واحد لحاله نشوف كمان المدينة الفلانية أو الولاية الفلانية عندها بعض المشاكل بدأت تدرسها بشكل منفصل كل حالة على حدة نقول كل حالة على حدة مثلا هون أي مدينة كانت مثلا وفي مجموعة مثلا عملوا شغل فهن ما رح ياخدون الناس ببعضها يعني ما رح ينأذى اللي ما عمل شي وبالتالي كل الحالات اللي صايرة رح تندرس كل واحدة لحالة مثلا هون أي مدينة كانت نذكر بالفرق بروفت ييدن أينس الفال زور فلتي بروفت ييدن أينس الفال هون عم نشوف اسم ييدن أينس الفال كل حالة على حدة هون شفناها اسم هون عم نشوف حرف صغير وهالاسم نشوفه كمان هون ييدا أينسلنة من حيث المبدأ نقول ييدا ييدا ييدس أينسلنة إذن ييدا أينسلنة مثلا نكون في مشروع لازم يتنفذ في فكرة لازم تتنفذ والكلام موجه لناس معنيين فواحد عم يقول كل واحد لازم يشارك بمفرده بهذا الأمر ييدا أينسلنة كلن على حدة نقول بالعربي بالفصحة كلن على حدة كلن بذاته يجب أن يشارك بذلك ييدا أينسلنة أن يساعد في ذلك ييدا أينسلنة إست فأنتفورتلش فأنتفورتلش يعني مسؤول مثلا يعمل ناقش قضية وصار في إشكار حصل غلط ما فواحد عم يقول كل واحد مسؤول بالتالي كل واحد بيمفرده مسؤول لكن ممكن يكون مسؤول عن جانب معين من المشكلة ييدا أينسلنة إست فأنتفورتلش فأنتفورتلش يعني مسؤول يعني يتحمل جزء من المسؤولية بهذا الجانب كمام نشوف مثل ما قلنا كانت الظروف كورونا الناس لازم تصطف بمسافات متباعدة وكل واحد يدخل لحاله كلهم بمفرده فبيكون واحد مشرف مثلا على الدخول مثلا نفترض أي مكان بيت أينسلن أينثريتن أينثريتن يدخل يعني يدخل إلى مكان بيت أينسلن أينثريتن تالي هون عم نشوف أينسل وهون أينثل بينما هون عم نشوف إنسل فال إنسلن وعمشوفون أسماء إن شاء الله تكون وضحت إلى حد ما فكرة الفرق بين إنسل وإنسل لهون بنتهي هذا الفيديو زميلات زملاء إذا في أي ملاحظة أو تعليق ياريت تكون بأسفل الفيديو وشكرا لكم جميعا